لكن تعالوا نقول هقول لكم شوية إجراءات مهمة لازم نعملها أول إجراء أعلموا أولادكم وربوهم على أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير وطن لأنه لو عاش بغير وطن يعيش بغير عرض فعلموا أولادكم أن الوطن مش مكان الوطن قيمة الناس بيبقالها قيمة لما يبقالها وطن علموهم أن الوطن نعمة ويسألوا الناس اللي عاشوا من غير وطن إزاي عاشوا من غير هوية رب أولادكم كمان رب أولادكم على أن الشيطان والكيان عدو ربوهم على أن العدو غاصب وأن العدو ملعون لأنه لا يلتزم بالقيم الإنسانية إحنا بنسعى بكل منابلك لدعم إخواننا المستضعفين وبنفعل هذا لا عن ضعف ولكن عن فهم لقوله تعالى وَمَا يُؤْتَى الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُؤْتِيَا خَيْرًا كَسِيرًا وبنعد أن أصول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتصرف بحكمة وأننا سنكون ردءاً وأننا سنكون حكماء نكون نردءاً لإخواننا بدعمنا بكل ما نستطيع وفي نفس الوقت نكون حكماء ولازم تملوا بيوتكم ومساجدكم بالدعاء فالدعاء سهم نافذ اجعلوا لكم خلوة مع الله تزللوا فيها أنه يفرج عننا هذا الكرب وأنه يكون لنا عوناً ونكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى الذي بشرنا على لسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا في كل نفس من أنفسنا نشم رائحة الفرج فالحمد لله على بشرى الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله على أننا في الرباط وآخر حاجة اتعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى مش بيعذبنا ربنا بيهذبنا ربنا يريد أن يخرج أحسن ما فينا وهو خرج أحسن ما فينا وهي ظل يخرج أحسن ما فينا ولكن عليكم ان تعرفوا أن انتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى تعالوا نؤمن بالقيم ونفضل المتمسكين بالقيم وما نخليش أي حد يجعلنا نحس بأن احنا ممكن نهان أو نزل طول ما احنا متمسكين بالقيم اللي كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبها هو اللي ربنا على القيم لأنه هو وإنك لعلى خلق عظيم احنا سبتين مكملين على قيمنا لغاية ما يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرق ترجمة نانسي قنقر